موسيقى قاع الناس عارفين بالياماش يكون شي شي بغير ترقص استعرعهم ولغموض التفكير في الغيبيات وكين الناس اللي عزيزة لي هم هذا العالم المشوق اللي كله غموضه رعب وتلقاهم ديما يقلبوا في المواقع اللي عندها علاقة بالعالم الاخر باش يرضيوا فوضو التفكير في الأمر الغامض حتى دروها هواية وكبروا الموضوع شوية وقرروا يدخلوا لهذا العالم ويجربوا عن قرب بحل دروتانو كنت ديما تنقل بالرعب والبحث في قدوب السحر غير تسلية وممكن يكون غير ترفعها للنفس لا أكثر أنا تنقل هذا الكلام لأنني اضغط لاتجربة بدون قصد أنا سميت عبدالرحيم وعند 24 سنة كنت عايش حياتي عادية الحمد لله وخا كان وشي ما شاكيل ولكن ما كان خليهش تأثر على النفسية ديالي لأنها من غير الرعب كنت نقرأ القصصة عن الناس اللي عندهم مشاكل كتر وكبر مني وما كان تبقى قيمة المشاكل قدامهم لا مهم قصتي بدأت فاش كنت ندير واحد البحث على قائناس الضلام حيث بالصراحة كنت كنت يخاف من هذه المخلوقات اللي كان تعيش في الضلام وموقعت كان نقلب من موقع الموقع ومن صفحة أخرى ما لقيت شتاشي حاجة ما لقيت شتاشي حاجة اللي تقنع الفوضول اللي كان فيه والو ما شتاشي كوتوب محتوما قلقى نفس الكلام قرأت قصص واقعية بلسان الباحثين وعلماء في هذا العالم واحتشاهدت أطباء نفسينيين اللي عينوا حالات ديالناس دازوا من التجارب صفحة من دكشي وفقدت الأمل بلغة ديالك شعجة اللي ترضي الفوضول ديالي ما علينا مهم قلتنا خرجنا بطل شوية لجوة نشمي العواء بالردار كان الليل وطلان في زناقي وحالي للدوم قطوع وبقيت كانت تخيل صور تاع الجنون وتحضير الشياطين اللي كانت تشوف في الانترنت اللي في الحقيقة هي تدخلع الناس وبقيت كانت تمشي وتفكير يصرح معاهم ما كانت تخلعش منهم بحيث ديما كانت تشوف عن الصور كانت تخلع نقصة شوية سمعت الصوت ديال التليفون جاوبت ولقيته صاحبي عيدم قل لي ما قبله هنا كان صوني عليك قل لي راني خارج فين كانت تنجي عندك قل لي را قريب من الجردة فين كان قل سو ديما قلت لي حتى أنا قريبا نتمها خمسة دقائق ونكون عندك المهم تلاقيت معا هيتم بقينا هدراك تجيب دادرا وحتى هو عزيز عليها بحال هذا المواضيع حتى هو أصلا صحفي وتركز على هذا المواضيع اللي كثير الجدل بين الناس قلت هدية الفرصة وطلبت منه يعاوني وشوف لي هاشا قصة تكون مرعيبة من الدوق تاعه ولكن تكون واقعية وحقيقية قل لي صافي أنا غد نشوف لك قل لي غد نشوف لك سي واحدة من النوع التي يجب هنا وصلت واحد الوقت من الليل تفرقنا ورجعتنا للدار قررت واحد القصة تاع السحر الاسود اللي ما احركت فيه والو كان هاد الشي ولا عندي هادي النهار الثاني تطلب ايا هيتم وقل لي انا راقيت لك واحد القصة وهي حقيقية ومن نوع خاص ماشي فيديو ولا قصة مكتوبة بحالي فيتن قرأ هدا واحد اللي وردتي عرفو وتيقل بللي وقعت ليش حاجة غريبة هدليا مفقش تخرج ولا غير سد علي فبيتو واحدة واحدة ما كيشوفو قل لي اشبال ليك نمشي وعندو انا وافقت بلا ما نتردد ودرنا الميعاد والوقت فاش غادي نتلقا ومشي ونشوفو كان موعدنا اخير الاسبوع وهو النار اللي كيكون كل شي قاس المهم ومشيت لحد السكنة تعتهم ورقيت وكيت النافية وهزو حد الورقة في الدين تسالمنا لباس بغير ويشوف ديك الورقة سوول جو تاعش قال لي العنوان دير هدك السيد اللي غادي يمشي لعندو بدت علي اعراض الخوف والتوتر وهو يفاجأ عني يقال لي يا اخوي عبد الراحيم بلاش ما نمشوش لها البلاصة انا تفاجأت على شوه كان متحمس من اللي اقترح قال لي الفكرة حتى الدبا عدبت لرأيه ونشت الورقة من عنده قرأت العنوان وفعلا كان العنوان مرعب واحد المنطقة سميتها ساحل بارارك لموت هذه المنطقة كانت معروفة من قديم عبارة عن بارارك عشوائية وقديمة كانت في نواحي المدينة واللي ما تلقاش في ناس كانت تدير فيها بالراكة وتي سافرت بما هي كانت بعيدة شوية ولكن في الأواخر الناس كانوا كيسمعو ديما الصداع جاي من جيتاو ماشي الصداع عادي بحال غودة عن الناس الناس تيتقلموا منش حاجة كتقديهم في الأول كانوا تيقولوا وشي مضربة عادية بحالي تنشفو بين الشاباب ودك شدعت شرميل ولكن دك الصوت ما كانش كيتوقف ديما تيسمعوه حتى ولك وشي كي يدر عليه وما قدت وحد يقرب من ديك البلاصة ويعرفها شواقع حيث هي كانت تكتخلها غير ما يشوفه ويزا تكمل عليها ذاك الصوت المهم جمعوا شو وحدين وخبروا الشرطة وفعلا من يسمعوا البوليس بالأمر تاع الغوات جاوا شو وحدين ومشاوا يشوفوا هشوا واقع ويحلوا المشاكل ولكن تماموا عدد كتر صداع والغوات تماموا والناس كيسمعوا احتى الغوات تاع الشرطة وكفر الموضوع ومشوا خبروا الأعضاء الآخرين في الكوميسارية هذا الشي اللي كان جاوا طوقوا البلاصة ومنعوا اي واحد يدخليها ويقرب من ديك البلاصة حتى يعرفوا اشواقع تماما واللي غادي يوقعها من بعد اللي عارفين هذا الناس هوب اللي تقبول يسلزوا في الأول كلهم ماتوا من غير واحد اللي خرج وكان كي غووت بهيستيريا وغير كيجري وتعرف ما عارفين يمشي ولا فين يجي قالوا واشي حده يجمع له ولكن من يقربوا منه اللقوا عينيه بجوجوا محيدين من بلاصهم بواحد الطريقة مفزعة بحالي لمح يدوم شي واحد بيدو واشهو كامل عمر ذم وكي غووت عيطل الإسعاف جوهز زوفيا وفي الطريقة بدتي يقول شي كلام ما فاهموش وتي غووت بجونون كلولي يا عينيه كلولي يا عينيه واحد شوية خدا واحد الحديدة كانت في الإسعاف حديدة عادية ما عرفوش كيف يجب حل عناقته وقتل راسه بيده من اللي يسمعون الناس هذا الامر ما بقى حتى حد قادر يقرب من ذيك المنطقة واي واحد زعم ودخل تماما بتي سمعوا غير غواتوا وما تيبقوش يشوفوه ما زال جمعوا الناس واتفقوا باللي غادي يشعلوا الأعفية في ذيك المنطقة باش اللي فيها يخرجوا توضح لهم الأمر شوية بالفعل ذاك شا اللي داروا ولكن ما خرج شا واحد ما بقوش يسمعوا الصوت هم عارفين بالليتة واحد ما خرج من تماما من غير البوليسي اللي كانوا محيدين لعينيه وانتحر قبل ما يعرفوا ما نوالوا على ساحل برارك الموت مليت فاطل عافية وتحبس الصوت زعموا شي وحدين وطلوا على المكان من بعيد وتفاجئوا وما بلهم والوا لجوتت دحت ايش حاجة لما كان خاوي وما جور ما في حتى واحد ورجعوا في حالهم خايفين من تماما تسميت المنطقة بديك السميق وكل شي تحول من حداها بقات معزولة ما تي تخليها أحد واللي تي تخليها ما تيخرج حي ولا احتامية ما تيبقوش يشوفوه كل شي الكبير والصغير ولا عارف باللي ممنوع الدخول لهذه المنطقة وحنا أول واحد كنت سمعه بيت سكن في هذه البلاصة واللي عندنا العنوان تاعه وكنا بغينا نمشو نشوفوه أول ما قررت اسميه بغيت نقول له هيتام بلاش ما يمشيوش عنده هات الشي فيه لموت قتلين نقلب وعليش حاجة اخرى ولكن الفضل اثر عليها بدتي يقول لي راسي انا بديت وخاص اني نكمل وهذا هو علاش كنت كان نقلب من الأول سولت هيتاموش غدي يمشي معايا قال لي غدي يمشي معك ما يمكنش نخليك بعدك صافي تأكدنا باللي خاصنا نمشو لهذه البلاصة وشدنا الطريق واخا كانت طويلة ولكن ما حسينش بيها حد كنا متحمسين وفي نفس الوقت كنا مخلوعين كل واحد فينا فاش كيف يفكر وتي تخيل المنطقة كيفاش غادي تكون وصلنا لتماء وباقي النهار كانت البلاصة كاتبان خاوية وكيني نشي برارك داعم تيبان منهم الرعب وش عدوم بتاع الحياة وانت في الأرض حسين بالخلعو وانا ما عمرني حسيت باد الإحساس حيش كنت كان قراغي القيصاص المرعيبة ودابت انعيشها واقعية حد هاد لبرارك كل جو فيه الضباب وحلا غادي تلاح الشتاب تخلات وهايتم ما بقيتش كنسمع من نواله حتى هو كان مصدوم بحالي بديت كنسمع شي أصوات غريبة وتنحس بحلتها بعناشي واحد تنتلفت بالخلعة وتنبغي نهرب ولكن ما تلقتها واحد المهم كملنا الطريق حتى وصلنا بالضبط للبراركة على الراجل كانت كنت تخلع غير مش شوفة بحل أشياء لاباب ما قادت لاش راجم وفيها واحد الريحة خيبة معرفت تاعاش لما كان كله غريب وديخلع قلت أعهدو بالله وانا ندق الباب المرة الأولى ما كينوالو وانا تنقول مع راسي ياربي ما يكونت واحد باش نرجع لدارنا وانا نعود تقيت المرة الثانية وانا نسمع صوتها على الخضوات ويتفتح الباب بنت لينا واحد المرة ماشي كبيرة بزا في العمر ولكن وجهها كان شرف وفيكترت التجاعي وقال يخلع بقات غير كتشوف فينا وانا غزايتها اللي كان حتى أبوه مخلوع كتر مني قلت لي يقول شي حاجة هو اللي تعرف عليهم كتر مني هو يهضر معاه قال السلام عليكم الحاج جالة باس بقات غير كتشوف فيه وقالت حتى قلمة وعود قال لها صافي غير نمشي ويترجع شوية اللور وحلت الباب مزيان وشيرات النبي ديها باش ندخلوه دخلنا وباقين مخلوعين المهم الداخل كان أسوأ من الخارج كانت البركة كاملة معفونة ومضلمة بحيوط مغسخين والحشرات في الارض اللي كان كيتسمع ورثة دي القطر الدلمة اللي كطح فوقها ودير الخز في كل بلصة كانت البركة بحلش يقبر وفعلا الناس ما غلطوش فتسمى هذا البلصة بباراريك الموت تفديك الوقيته تفديك الوقيته حيث كان نقرأ أي صورة دي القرآن تحت لي على بالي واحد شوية ونا نسمع الصوت ديال هيتم قال السلام وعليكم خلاني بدك الصوت تعو حيث كان مخلوع يلا بغيت نقول لي ادرب شوية ونا نسمع واحد الصوت قال وعليكم السلام واذا دخلاني هات الصوت كان صوت غليظ وعارق وتيت عودة مع الجدران البراكة كانت خاوية بدرت ورايا باش نسوه لمراوش هذا هو الحاج ما لقيتهاش حدانا ومعرفت شوين مشات وحتى الباب مني ندخلنا ما كانش بلصة ولاو دارين بينا غي الحيوط نقصت من البلصة وانا نخوت هاي تام هاي تام في الباب مني ندخلنا وفنا هي المرة اللي حلت لينا ودخلتنا بقينا غير كان شوفوا بيناتنا ما عرفنا اش نديرو تابانوا لينا شيش راجم وعندنا نفس الفكرة هي نهربو منهم وخا كانوا صغار ميقدروش يخرجونا ولكن نحاولو واحد شوية تشجعت وانا يقول والله تنكمل اللي يبقى يوقع اللي يبغى يوقع فعلا ندخلنا اللي عندو وانا كنتم متوقع اناني قد يلقاش حاجة من غير الانس ولكن لقينا واحد الانسان قلت في كورسي ديال الموع وواقين وكان كبير في العمر وكان احدا واحد اللي كشف الارض كان ملوسخ وغبراء كانوا معلقين حداشة حويت في واحد الحديدة بحث السيرون بحث السيرون ديال السبيطار وكان خرج المناتيويات ودخل اللي في عنقو وماللي بغيت نشوف فدك الشي بداشة وقال لي هاد الشي واللي كي خللني يحرق غير راسي وعنقي انا مبغيت ندير تشي حركة ولكن فاشت وجهه كانت يخلع ما كانتش عنده واحد العين كانت محيدالو وتيبال العظم ديال الجمج وما ديالو والعين التانية كانت بيضا تماما كان ما كيشوفش بقيت كان فكر مع راسي اجدر هاد الانسان تتلاحب حلاكا وشنو اللي يخلا يبقى هنا اصلا بقيت غير سرح ومعرفتش غادي نقول تماما واحد شوية هيتم قطع داكسكات وقال ليه لحاج جادي كل مرة اللي حلاد لنا الباب فين مشات هو واحد الراسي وقال لي بكل ببساطة ارسعت من البلاصة مني جات قلنا لو ما فهمنا شينا بلاصة هو بتاسم وقت يشوف الارض قل رجعت البلاصة اللي تحت رجليك اللي غد يرشع عليها كاملي تراب انا مع الخلعة هو بحالي لا عود فكرنا في الموت قلت واحد الاية ديال القرآن بصوت منخافض هو غير سمعه وتعصب ولو ملامح تعوجوت بالدلات وغو تعليه وقال ليه ما تعليش صوتك ما تقراش القرآن إلا يسمعوك غادي يخرجوا وما تتخليهم شي يسمعوك عافاك كلامي كان ضغط على احصاب ديالو وبقتي يعود ما تقراش القرآن هنا إلا يسمعوك غادي يخرجوا ما تخليهم شي يسمعوك عافاك انا تصمرت بلاصة بالخلعة هيتم تكلم وسوولو قل ليه يقول الباب اللي تخنا منه علش ما بقاش كين الراجل رد عليه الباب كان خاطسه يغبر حيث القبور ما فيه أجل أبواب تما كانت تخلعت وقدرت بلا ما نفكر وقلت ليه قبور ووجه هنا في قبر انت عاش كتخر بقى فاش انا كان غووت بسوته عالي كتش الدول خلعه كتر منه وتيشوف جنابه بهيستيريا واخا ما كيشوفش كيتلفت جنابه بحالي لا تيشوف درجة هيتم وقال ليه عافاك خلي صاحبك ما يغوتش انا مبغيتش يرجعوه مبغيتهمش يرجعوه انا عاود تغووت ثاني شكونادو شكونادو مبغيتهمش يرجعوه انتعاليش كاز ادرى الحاج هاد المرة هيتم اللي رد عليها قال لي دابا غير سكت وخلينا نعرفو الموضوع انا ردت عليها بعصابي اش من موضوع ولا قرينك هلا هو قال لي نبليحنا في قبر واش عارفش كي عناتشي دابا احنا ميتين ومدفونين تحت الطراب هيتم قال لي غير صبر ونقسم اللغوات احنا غادي نفهموه تابا شوية انطقتك الراجل قال لينا خليوني نشرح ليكم انا غادي نعود ليكم كل شي قبل ما انطقته واحد منا بدتي يحكي لينا انا كنت خدم شي فور تنسوك واحد الشاهينة دير نقل البضائع كنت عايش من هاد الخدمة باخير الحمدلله واحد النهار جاو عندي شي ناس باينا عليهم اغنياء باللبس والطنويلات فالجاو راكبين جاوتي يسولوا علي انا بالضبط مشيت عندهم بدوتي يشكرو فييوتي يقولوا لي بلي اسمعوا عليها كلام بزيان والناس عودوا ليهم عليها وعلى خدمتي المتقونا بليت انوصل الامانة في الوقت وبستافت على عدرة زوينا ومن بعد تخلوه في الموضوع قالوا لي بلي غادي نوصل لهم واحد شوحنة ديال السردين وافقت سولت على الخلاص تاعي وش غادي نتخلص من عندهم ولا والناس اللي غادي نوصل لهم الحمولة بقاوك يشوفوا بيناتهم شوية قال لي يا واحد مني غادي ترجع احنا غادي نخلصوك وغادي نتعلو فيك مزيان من حد هنا كل شي كان مزيان ولكن اللي ما كانش مزيان هو العنوان اللي غادي نوصل لي الحمولة تركتاعو خاصنا ندوزو من المنطقة اللي كندن بلي رقم عارفينا اول ما شفت الكلمة ديال بوهرارك الموت تراجعت على كل شي انا عندي ولد صغار وخاصني نكبرهم مو بغيت ان يتموهم لكن الفلوس اللي عرضوا عليها غراطني وزادت الازمة اللي كنت في هاداك الوقت تجوجة تاعي كنت حاملة وعندي مصاريف كتار وكنت الحركة ايانة وانا محتاج لهدوك الفلوس واش نخلص الكراتة على الدار والعديد ديال الكريديات وافقت والشرجة والخدامة الحمولة في الشاحين وكان وقت الانطلاق ديالي معه الخمسة وانص ديال اللي عشية وكان هاداك الوقت لفصل الشتاب تيكون فيه النار قصير وضغيس ازغرب الشمس الحمولة كانت تقريبا شي خمسين صندوق كملوها واركب معايا واحد من اصحاب الحمولة شدينا الطريق الخوف والتوتور كالمسيطرة على الجوب والرجل اللي معايا غير سكت ما قالوا والو في الطريق كاملة ماعرفتواش كان خايف بحالي ولا معلوم حتى انا بقيت سكت وكان الهم الواحد تاعي هو انفوتو اذ المكان انا ذاك الوقت اللي قربنا لذيك البلاسة بقيت كان طلب الله في خطري وتنقول يا ربي عندي ولدات وباقي محتاج اللي يا ربي يكون هادشي اللي يتنزب على اذ المنطقة يكون ماشي يبزح في الساعة الحداش دخلنا ذاك المنطقة هو يتفضوا تعيش شاحينه جاب الله كنت تدير السجور وموقفناش كملنا الطريق اول حاجة درته هي طلع تزجلي حداي حيث فين ماشي فتجيت لبراري تنقول ده بتخرج لي شي حاجة وتجرني من تمه من بعد ما دات شوية الوقت بديت كنحسب شوية الراحة ولكن غايت تقلب كل شي اول حاجة بدات هو الراديو خدم بوحده وبدو العداع تكتبت له بوحده يلا بغيت نجري الديباش ندفين وانا نسمع واحد لغوته خلعتني وجمد لي الدم في الركابي شفت فرج لي حداي بقى مصمر بحل اصنا متحركت فايدا شعره شفت قدامي وبقيت مركز مع الطريق واحد شوية حسيت بالشاحينة ولا تغادية غير بشوية بحل لها الزين جبل انا فكرت نقرأ القرآن وبصوص عالي ولكن عاد ذات حمات ويادر تقرر ويدا ودو ديال السكور حتى اوان خافض مبقتي بالي اولو شوية بنت لي شي حاجة قدام شاحينة ما شفت شكله كان عبارة عن كتلة ديال الفحم ومن بعد ما بقتي بالي اولو غيرت فاطلية الصورة نقيت راسي قدام حات كبير بغيت نغوت صافي الشاحينة ضربت في الحيط شوية جسنت وما كانش حتى الصوت كان لعدوء تحركت من بلاصي بواحد الالم وحاسب حالي لأعظامي كاملين تيرسوا كانوا الدموع مخلطين مع الدم وغيت نعود من دمار الشاحينة ولكن بلا فايدة عيتوش على تقاعد الدور اللي كانوا لداخل الرجل اللي كان حدايا بغيت نظر نشوفه شوق عليه ولكن ملقيتوش اللي باب اللي كان جيتو كان محلول انا خفت ليكون طح من الشاحينة قد كان عيط عليه ولكن ما كانتش يجواب قد كان طلنا من الججاج وما بل يوالو اهنا قررت باش نخرج نطل عليه واش مات ولا باقي حي ولا شهد المصيبة اللي طحنا فيها ما كنتش عارف ديك اللحظة ان هاد القارار هو اسوء حاجة درتها في حياتي اول ما اخرج دراسي باش نطل برا ديال الشاحينة حتى بنت ليا واحد اللي يديك حلا جي جيتو جي ومع الخلعة كنت قادين نفقد تتواز ونتاعي وانطح برا ولكن رجعت بالزربة دخلت وسديت الباب وشفت واحد الجسم كامل كحل بحلة محروق دز دمع الجيج كان محروق تماما من راسة الرجلي ما تتبعن فيه تشي حاجة غير عيني اللي كانوا بيضين وفيهم معروق حمرين دمكين القز منون دربة في الباب طاح وناض هو يدير واحد الصوت بحل الانين دخل يديه بحل لا بغيش يد في الكوسان ليحدا يو وانا بالغارزة تاعي هزيد رجلي وانا ورق ليه اليه وكانت الخلعاف ديك اللحظة ما دي تسكت ليه القلب قلت معرا سرا يقدر يتقلم ويتلق من الكوسان ولكن الامر كان اسوأ ومن اللي ضربته تقطعت ليه يديه ويغوض واحد لغوته وزل زلاد البلاسة كاملة الصوت اللي دار ما كانش عادي كان بحث صوت ديال الوحوش والحيوانات الفكرة ليه طحت ليه فراسي هي ينسد الباب ونرجح ونتكمش بلاسي ذك الشي اللي درت ما قدرش نحيد عينيه ما جاءت الباب لقد كنا نرددت القرآن والأذكار اللي يدلي بقت حدايا بتاع الإنسان ولكن هو ماشي بالنادم حاولت نشوف عاوثاني عشكين برا ولكن غير ما نستاش باش نعرف واش هو مش هو الله باقي شوية بدوك يتجمعو وخطو كان ضعيف كنت كان نشوفهم ماشي واحد ولا جوج ولا عشرة ولا عشرين كانوا أجسام كحدهم حروقة ما عرفتم صغر ولا كبار واش إنس ولا جنون هدو كانوا مسو كان دي البارارك الموت هدو ما عليش الناس كانوا بيحكين وطلعت القصة فعلان بالصح هدو هم اللي تحرقوهم وانتوا في هذا البرانك وعدو كلهم يضوروا بشاحنة وشوفوا فيها من الزاج وطلعوا رفوقها وبدو تيضربوا فيها بيديوم كانوا مدورين بيوم ثم ما عرفتش يش غادي ندير بقيت مصدوم حكمتني الخلعاب وليس كامل كانت راعد وقلبي بغا يوقر ويا خرجوا مبلاسو ودخيلوا تيلا يرسوا الجيش ودخلوا يديوم وجرروني بقيت غير كان غووت وكان يشدبوا بقيت كان طلبا نجدوا ولكن ما كينش اللي يسمعني في هذا الاختب كانوا غير هم اللي يبقوا تيزيدوا يضربوا كتر وكتر وكتر في واحد اللحظة موقعوش تيضربوا نزلوا كاملين رجعوا كاملين للور بقيت كان سمعون بحل كي كي يدروشي أصوات بكلام جامعي مفهمتوش نزيت راسي باش نشوفين مشاو ولكن ما بالي يتا واحد رجعت الثاني لعوداء الصمت حتى هو كي يزيد اللي في الخلعاب بقيت كان نفكر شنو غادي ندير شوية نشت في الطريق مبليتها واحد مكنت كان نموت بالخلعاب ولكن هذا هو الحل اللي كيناني ممكنش نبقى نتا نموت ينموت وسطايت شاحنة ينموت وانتا نحاول نهرب كان احتمال كبير اللي هربت من الطريق من الجينو بعد نقدر ننقد حياتي ولكن الاحتمال الاكفر انهم يشدوني هدى الباب ونموت ما عندي حتى شي حل عزيت راسي شهدت شهادة على الموت وحليت الباب وعطيتها للشري بلا من تلفت ما عرفت شفين كان شري تعقلت في شي حاجة طحت وعاوطنت كملت جري ما كنتش كان شوفت هفين كان حط رجلي عاوط تعقلت وطحت وهد المرة طاح واحد منهم فوق مني كان تقيل عليها يلا بغيت نفلت منو ونوض نكمل جري ويجدني واحد تاني بين يديها والثالث مراسي سافيت جمع عليها كل واحد مني شدني وجروني باش يرجعوني لجهة الشاحينة الوقت شفاش قدرت نحرك راسي شفت اللي ما كنتش متوقعه باب الشاحينة اللوراني كان محلول والسناتق اللي كانت فيها كلها مسلعة من الرجل اللي كان معي كان وقف معاهم وولتي له حليوم السناتق هي ما كانش ناتق تحسر دين هذا كان لحم بنادم مقطع وعضاء بشرية بقيت مصدوم هذا الواقع اللي شفتش مع مرة ما تنسالي كان كلي ضحك وقال لي ما عليش هالحاش متضطرين نخليوك هنا الاخوان كلاو ولكن ما محتاجين شي واحد يبقى عايش معاهم باش يخدمهو انا موهيم تيسالات من لي وصلتك حتى اللي هنا يالله اسمحلي وخليتك على خير كمل كلامه هو يمشي انا باقي بصدوم بقيت كنا اضرب وحدي وتنقول هش كنت قصد يعني الحمولة كانت تغير قلب باش نجلي هنا يا وكيف عش نخدمهم اشتا تقول انا ما فهم هو هالو بقيت كنا غوضتما بحل عبيل وفي التالي ما عقلت على راسي حتى لقيت راسي في هذا البلاثة كما كتشوفوا دابا ومعرفتش كون جابني لنا ولا شكون الليل استقليات تيوية في عنقي من ذاك الوقت وانا انا ولا حي ولا ميت ما قدر نخرج ولا نتحرك ججرة اللي كنت كنحولنا ربيه والعدب اللي دوسوا عليا هو اللي شللني وما بقيتش قادر نتحرك والمهم خلوني هنا عايش وما قتلونيش بقيت كنا نشوفهم كل يوم تيت سيفوا بحل إنسان في النهار وفي الليل كيوليوا عفارت ممسوخة بأجسام محروقة تيكلوا اللي القاو احتوا بعضهم انا خلوني معهم بحل الخدامي ولكن انا ما كان قدر حتى نتحرك مهم وعلى أمل انه وش نهار غاديشي واحد وغاديشد بلاسي هادي سيد كنبلينا الواقعة اللي خلت يكون في القلاسة وبقوجه مركز بها على جهدنا وحلت يشوفناه انا صافي الخلعة اللي ما عمرني حسيت بهاو هي هادي هادي سيكت لي القلب في ذيك اللحظة بوامن لي سيكت انا دورت راسي وانا يشوفهم شفتهم دورت راسي كانوا رجال ونساء مش غادي على الرجلية شي كي يزحف كلهم تيشوفوا فيانا وهي يجاني احتى هو شفوه وبدون شعور بدينا تنجريو كل واحد تجدها يجيع ولكن سمعنا الصوت يالدك الشارف قل لنا ما عندكم في نتعربو مطروري واحد فيكم غادي يجيباش يجد بلاسي باراريك الموت حتى واحد ما قيد خليها وان غير الموت مدينها شفو كلامو بقينا تنجريو وما قربو لنا وبغوا يشدونا غووت هايتام عش غادي نديرو دابا وصلنا احدى واحد تشترجم كان عالي اول واحد اللي واحد اللي عندنا شبك يديه وقال لي انقزنتها الاول وطلع عني معك شفت في ديك المخلوقات قربو لنا وقلت لي هايتام ويلا شدوك قال لي غير طلع ما كانش لوقتي يلا انقز ولا غادي نموتو بجوجوش ما عندي ما نديره طلعت لدك الشرجم وتعلقت يا الله وبغيتنا مدله يدي باش يطلع وانا نسمع لغوة التاعو وما بقاش يباليو وصدك العرام اللي دارو عليه ذوك المخلوقات دارو علي من كل جياب ما بقيتش عارف عش غادي نديره ما بقاش يمكن لي نعتقوه نقزت لبرة وهربت قلت كنجري بحلابيل وتنغوتي وصلت لواحد البلاسة في هالناس بغوي عرفوش واقع ليو ولكن فينا اول سال اللي غادي يقدر ما فهمو والو ودووني للسبيطار قد شراهم كاملين في صدمة عصابيو فهات السبيطار ما اللي شافوني ما تعافيتش من أثر في صدمة دووني للسبيطار ديو الأمراض العقلية والنفسيو حتى واحد ما كلمتي اقلامي ولا مستعد باش يسمعوه حتى واحد ما بغي عرفي حاجة على بارة لك الموت ما بقيتش كان قول هذا الواقعه حتى واحد حتى عودتاليكم اليوم دابا دست شهور على هاتشي وانا ما تنخرج من السبيطار وتنسمعش واحدين تيقولوا باللي الناس والتي تختافي وتلقى وجودة مسرقة من الأعضاء انا عرفتش كوني هذا هيتم هو اللي خدام بدوك الموتى وانا دي ما تنسح براسي منهم حتى انا ميت وعرف انه هيتم جاي جاي قد يديني باش يكلوني ولا نكون خدام اليوم فكلتالحالتين قد كون نهايتي تمام وصل المتغحيمين اكل البشر في برارك الموت